وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية أكد رئيس الوزراء حرص الدول على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واطلع مدبولي على موقف مشروعات التعاون مع الشركة النرويجية والتي من بينها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء وكذلك مشروع إنتاج الميسانول الأخضر الذي يعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والذي سيضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر